السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعنا الكرام على وسلاميكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة اتكلم فيها اكيد على النادي الاهلي ان نرد فيها ضدرة كذيب والشاعة لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة نتبقى بها في فيديو السلاة على الحبيب فالله مصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلقة يا جمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نروع على طول اخبارنا من النادي الاهلي اخ هاني سعيد اللي شغلته في الحياة انا الحد النهاردة معرفش ايه دور وشغلانة هاني سعيد التايتل المعلن هو مدير رياضي مدير رياضي بقى بيعمل ايه ما تعرفش ما تعرفش هو شغلته في الحياة شغلته في الحياة النادي الاهلي بس يعني اللي جابه كده وعمله مقابلة قال له يا هاني انت شغلتك في الحياة ابني اطلع لقح على النادي الاهلي اطلع اعمل اسقاط على النادي الاهلي اطلع اتكلم على النادي الاهلي بس ما تتكلمش بحاجة تاني لا ليك في الكرة ولا تفهم في الكرة ولا عايزك تتكلم في الكرة خالص اتكلم بس على النادي الاهلي لا خاني سعيد مبارح قالك ايه قالك لا نعلم ما هو الهدف من الموعيد التي يتم وضعها لبيراميدز سنلعب ضد الاتحاد السكنداري في كأس مصر يوم 21 ونهاية التوقف الدولي يوم 20 لماذا الاستعجال على خوض بيراميدز مباراة دور 16 هو من سيفوز سيصل الى دور الثمانية هناك احد الفرق لم يلعب دور ال 32 حتى لانه طبعا هاني سعيد ما عندوش الشجاعة ان يطلع يقول الاهلي لسه ملعبش دور ال 38 عشان محدش يقعد يقول اصلا بيراميدز مركز قوي مع النادي الاهلي ايوه يا بابا احنا متأجل لنا متشاط لان لعبتنا رجالة بعيدة عنك يعني لعبت الاهل رجالة يا هاني لعبت الاهل رجالة يا هاني وبتكمل كل سنة وبتوصل نهائي البطولات القرية لعبت الاهل رجالة يا هاني وما بتاخدش على دماغها من فرق تحت بير السلم عانز افكر يعني سعيد ان نالي بيراميدز اللي بتصرف عليه سنويا ما يفوق النصف مليار الى المليار وما فيش اي بطولة هنسعيد انت طلع يا بابا من فرقة هبطت في الدوري الجنوب افريقي هبطت انت عارف مستوىك يعني ايه بتلعب مع فرقة هبطة والفرقة الهبطة دي كسبتك الفرقة الهبطة دي كسبتك وبعدين عايز اقول حاجة للاخ هاني اللي فرقته بتصيف بدري بدري في بطولة هي الاضعف من الدوري نفسه اسمها الكنفدرالية الافريقية لما تبقى تعرف تتأهل للأدوار النهائية يا هاني ابقى تعالى تكلم انت هتلعب يوم واحد وعشرين والاهلا يلعب يوم اتنين وعشرين ايه المشكلة بقى مشكلة ان ماتش دور الاثنين وثلاثين هتولي دور الاثنين وثلاثين للعبطة هتولي مكان حرس الحدود الدوري كده كده الاهلي خلصوا لا اخ هاني سعيد الاهلي ده وكسب اربع ماتشاط فيهم نادي بيرامدز اللي احنا كسبانينه اخر تلاتة اربع ماتشاط بالتلاتة هكيفه وقوله يلا مبروك علي الدوري ملعبتش بيرامدز اول خمس ماتشاط هكسبهم انا كده كسبت الدوري يا ابن انت ملكش امل في الدوري اصلا عشان نبقى واضحين ملكش امل في الدوري ولكن هو بيتكلم زي ما بقولك كده هي فكرة ان انا احط الاهلي في جملة مفيدة فكرة ان انا اوصل للرجل الطيب اللي في الامارات اقوله ان احنا بنصرف فلوسنا في المكان الصح بس ولاد الازينة ولاد ستين في سبعين هما اللي بيجاملوا النادي الاهلي هاني سعيد عنده ثلاث لعيبة دولية وبيعيط عشانهم النادي الاهلي عنده حداشر لعب او اتناشر لعب في المنتخبات الوطنية ما فتحناش بقنا ما فتحناش بقنا انت بتتكلم على ايه؟ شايف انك مهدد بالخروج من الكاس؟ اول المستفدين من خروجك هو الزمالك لان اللي في سكتك هو الزمالك مش الاهلي ده انا كنادي اهلي اتمنى انك تكمل عشان تلعب الزمالك في قبل النهائي مصلحة للنادي الاهلي ان اللي زي بيرامز ده يكمل كده كده انت مش في سكتي ولو حتى في سكتي انا عمري ما فكر فيك انا عمري ما فكر فيك لكن هاني سعيد هو هيفضل هاني سعيد وبيرامز هيفضل بيرامز شغل مكيدة وخلاص عمرهم ما فكروا في بطولة البطولة عندهم انه يكيد النادي الاهلي انه يكيد في النادي الاهلي لكن الهدف مش البطولة والدليل انك بتصرف مليارات ومع هذا ما كسبتش شمعة ومع هذا ما كسبتش تقم شربات ما كسبتش اي حاجة في اي حاجة ما خدتش تقم خشاف مش هقولك كاس وبطولة ما كسبتش تقم خشاف فالموها وربنا يهدي يعني عايز اقول معلومة مهمة جدا هناك بعض اشباه الصحفيين بيحاولوا دايما يقللوا من ارقام النادي الاهلي يقولك الاهل راح جاب والتر بواليا وخسر فيه وجاب سافيو وخسر فيه وجاب اليو باتجي وخسر فيه ايه يا جماعة ايه دا حبيبي ايه دا باب اولا برونو سافيو لسه قاعد عندنا يعني ممشيش والتر بواليا الاهلي عمال يطلقوا اعراضه وبيطلقوا اعراض بفلوز مش ببلاش يعني قال اليو باتجي الاهلي كسب فيه على فكرة الاهلي جاب اليو باتجي باثنين مليون يورو صرف فيه كام اتنين مليون يورو الاقلي لما طلعوا اول اعارة لتركيا ست شهور خد مئتين وخمسين الف يورو بعد كده لما طلعوا اعارة لفرنسا بنية البيع بربعمية وخمسين الف يورو في سنة يبقى كده خد كام في السنة وست شهور سبعمائة الف يورو لما جاي نادي اميان الفرنسي يفعل الشراء النهائي دفع مليون وثمانمائة الف يورو يبقى اجمالي كام اتنين ونص مليون يورو يعني باتجي اللي كسب معايا القضية ممكن نسيته العلقة بتاعت باتجي ولا ايه لا افتكروا القضية ممكن بتاعت باتجي بتاعت النادي الاهلي كان باتجي لعيبه ومشارك فيه البطولة دي وكسبت كمان نص مليون يورو فوق اللاعب اللي فضل عندي سنة بيلعب غير السنة ونص اللي طلعها اعراض يبقى اذا الاهلي كسب لكن زي ما بقولك فيه اشباه صحفيين بيحاولوا يدلسوا يحاولوا يوصلوا معلومة ان الاهلي بيشتري لعيبه وخلاص واحد من ضمن الناس اللي على شاكلة صحفي البليلة ونادي بيرامدز والناس دي اسامة خليل اسامة خليل قالك ده المتحدث الرسمي بتاع اسماعيل على فكرة اقسم بالله العلي العظيم احنا نعاني النادي الاهلي يعاني النادي الاهلي كان يستحق منافسين افضل عقلية منافسين ارقع استاذ اسامة خليل بيقولك الاهل استفاد بعقود رعاية كبيرة من فوضى الكرة المصرية استاذ اسامة خليل شايف ان الكرة المصرية في فوضى وانا اؤكد على كلامه انا ابصم بالعشرة ان الكرة المصرية في فوضى لكن من استفاد من الفوضى اللي موجودة في الكرة المصرية الاسماعيلي اللي زي الاسماعيلي ده المفروض يهبط من خمس سنين اللي زال اسماعيلي المفروض يهبط من خمس سنين اللي عامل فوضى في الكرة المصرية ان فيه فرق لا تستحق انها تكون موجودة ومخلينها تكمل عشان الشعبية والجمهرية بتاعتها يكبت ان اسامة الخليل مفيش كرة ودورة محترم ولاد العام بيفوته فيه البعض مفيش كرة ودورة محترم ولاد العام بيفوته فيه البعض لو عايز عقود رعاية محترمة لازم تروح للبطولات يا كابتن موسيم اكسب بطولاته بعدين يتكلم لكن يعني هل يعقل هل يعقل ان النادي الاهلي اللي بيكسب كل سنة 3 بطولات 4 بطولات وبيوصل لنهاء البطولة القرية وبيلعب كاس عالم اندية هل يعقل ان فريزة الاسماعيلي اخر بطولة كسبوها من 30-40 سنة وكل سنة بينافس على هبوط هل يعقل ان انا اديله حتى 10% من رعاية الاهلي هل يعقل يعني انت لو بتكسب كل 10 سنين بطولة هقولك ماشي نديله ربع الاهلي او عشر الاهلي لكن انت كل 30-40 سنة فلو عملنا نسبة وتناسب ان الاهلي في 30 سنة كسب مثلا مثلا 50 بطولة والاستاذ اوسامة خليل متحدث الرسم الاسماعيلي الاسماعيلي كسب بطولة يبقى معنى كده الاهلي ياخد قد الاسماعيلي 50 ضعف لو هنتكلم بس على صعيد البطولات طيب لو هنتكلم على صعيد الجماهيرية الاعلي هنقول يا سيدي 80 مليون مع ان الرقم ده ضعيف بس 80 مليون من يشجع الاسماعيلي هم محافظة الاسماعيلية وبعض الناس برا الاسماعيلية هنقول في 3 مليون 80 قصاد 3 انت بتتكلم تقريبا في 30 ضعف او 27 ضعف اللي اسماعيلي من حيث الجماهيرية اذا لو هاخد رعاية انا هاخد قدك 27 30 ضعف لو هنتكلم من ناحية الجماهيرية فيا جماعة احترموا عقل اللي بيتابهوكم احترموا عقل اللي بيتابهوكم انتوا عارفين ومتأكدين ان الارشين اللي انتوا بتاخدوهم دول والله قسمان بالله لا يستحقوهم اصلا لكن هما بيتدفعوا ليهم عشان الجماهيرية بتاعتهم والشعبية بتاعتهم اذا اقول نادي الزمالك في حاجة كبيرة هتحصل في نادي الزمالك بجد الله يبدو ان في حاجة سلبية كبيرة وفي ازمة كبيرة في نادي الزمالك وبيحاولوا يترمخوا على الحاجة دي عن طريق ان احنا نشغل الناس ان في صفقة مدوية جاية حاجة غريبة ان مبارح اربع اربع برامج في نفس الوقت يقولوا نفس السكريبت عايز تعرف يعني السكريبت متوزع لما تلاقي اكتر من برنامج بيتكلم عن نفس الموضوع في نفس الوقت اعرف ان ده سكريبت خدوا يا جماعة اطلع اقولوا الكلمتين دول الكلام ده حصل مبارح وده يوريلك ان في حاجة كبيرة ازمالك عايز يعني فاهم يترمخ عليها او يغطي عليها بلاش يترمخ يغطي عليها ايه الحاجة دي ده اللي هتكشفه الايام اللي جاية لكن ان خلد الغندور يطلع يقول في صفقة لزمالك من العيار السقيل هتسعد كل الزمل كويه لا محترف هيعمل بم يا الهي ضربهم كواهم بندق احرق مرماهم قالك هتعمل بم فيطلع ميدو يقول لك في صفقة مش عارف ايه تقيلة جدا 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 ابراهيم فاية جدا 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 مش عارف اسلام صادق جدا جدا ايه ده ما هو ما تقنعنيش اديني عقلك لحسن كل برنامج له فريق اعداد ما تقنعنيش ان الاربعة عندهم فريق اعداد واحد والاربعة جابوا نفس المعلومة بنفس جدا جدا لا ده هو ورقة محطوطة قدامهم كده واقراك كلمتين دول واعمل الشغلانة بتاعتك والحبشتكنات بتاعتك وخط الفلفل والشطة والبهرات في حاجة بيتم المدارية عليها بسبب هذا الامر ايه هو الايام هتوره لنا لكن انا بقولك من دلوقتي الموضوع في شنك الموضوع في شنك حتى صبح عب سلام قالك سري للغاية بوم واحد اتناني من السوشيال ميديا الزمالكوية قالك باي باي ازمة الحجز على اموال النادي و ازمة ديون اتحاد الكوري الجماعة اللي بيحصل ده ملوش غير معنى واحد ان الزمالك لقوا مجبرة تحت نادي الزمالك وهو ملوش غير معنى كده يعني ان انت تطلع تقولي الحجزة هيترفع والمجيونيات هتتسدد ومش عارفه هنجيب صفقة القرن وفي صفقة تانية برضو تشابه صفقة القرن ده ملوش غير معنى واحد ان الزمالك لقوا مجبرة تحت نادي الزمالك فتحوها طلعوها باعوها وهيجيبوا صفقات باللعيبة دي انا حاسس ان في حوار كبير حوار كبير وقد يكون بيع نادي الزمالك او دخول مستثمر في نادي الزمالك مستثمر في الفرع الجديد في نادي الزمالك يدفع هرشيل وياخد الليلة بتاعة الفرع الجديد ويبني هو ويبقى ياخد نسبة من المدخلات وريد جدا اما صفقة القرن ولو لعب محترف زي ما بيقول خالد الغندور فهو الياس الجلاصي مفيش لعب في الدور المصري ينفق غير كده برا مصر بتتكلم في يحيى جبران لاعب الوداد المغربي لانه فري بتتكلم فيه اشرب بن شرقي ممكن تقنعه وتجيبه ببلاش بس لكن بقى ناعد نشتغل بعض طبعا هم عارفين جمهور الزمالك غالبان وعارفين انه جمهور الزمالك طيب جدا بس هل هل الزمالك يعلم ان فيه قرار بايقاف القيد بالنسبة له ودلع يجننك فيه ايقاف قيد وفيه مديونيات متلتلة فتطلع تشغل الجمهور وتجننه اكتر ان فيه صفقة قرن روح ادوره في الدرجة بتاع وليد العطار هتلاقوا قرار ايقاف القيد من الاتحاد الدولي لكورت القطر ترجمة نانسي قنقر